اشتركوا في القناة 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 بعض الريق لذلك لدينا كثير من الحر لدينا نهار اسمه تشيلي داي يحكي كل شيء عن تشيلي عن تشيلي كحر اليوم سأعمل وشبيت أكتريتهم تاكس ماكس يعني بين منطقة مكسيكو وبين منطقة تكساس وهي المنطقة هناك يسمونه الأكل تاكس ماكس فود الأكل كله يرتكز على الفصولية الحر واللحمة سنعمل الآن أول طبق وهو أكتر شيء ممشور نحن نعرفه في الشراء الأوسط هو تشيلي كونكارني من الأصباق كونكارني بتروحي على المطاعم الأمريكانية تلاقي عندهم على المنيو في صحن اسمه تشيلي كونكارني عطول يعني تشيلي باللحمة كارني هي لحمة هنبدأ أول طبق هنأخذ بصلي هي أول شيء الحر إجابة من أمريكا الجنوبية 100 ب100 وضع الفلايفلات كلهم مع الفلايفلات الأشكال اللي عنا هي هون بأشكالهم بس بعدين أكيد مع التطور مثل ما عنا صار عندنا 700-500 نوع تفاح صار عندك أكتر من 200-300 نوع حر بيجيبوا بزره من هون من هالبلد بيخلطوها بس عندنا حر جديد لذلك يعني تشيلي مثلا بلد تشيلي هي سمي تشيلي على اسم الحر الموجودة لا ما أخصت ما عبروني تسموها تشيلي؟ ما بعرفة كونكارني كونكارني ها هذا الأكمل ما اسمه تشيلي كونكارني بس نحن كنا نضحك على ما عاصمة تشيلي كونكارني ما كنت أحفزها بس هي طبقة تشيلي كونكارني ما كنت أعرف ما هي عاصمة تشيلي فبصل فالحارف عندك إذا بكرة بتشوفي بتشوفي الوصفات الليطينية بتلاقي عندك شي اسمه بابلانو تشيلي هابانيرو تشيلي بيرد اي تشيلي كل انواع الحر بيرد اي في عنا نحن بسن العصفور قلب العصفور ها نحن لسن العصفور لانو صغير هالقد بس هذا ديكتير حر ولذلك تلاقي انه بالوصفات الليطينية المناطق و المناطق اللي بيكروه كتير حار الأكل طبعهم مليان كتير بتلاقي في كذا بيستعملوا كذا نوع من نوع الحار مثل الهالبينيوز الهالبينيوز هو بيش بس هذا المكبوز الهالبينيوز بيجي حار بشكل شكل نسمينه ازم